اهلا بحضراتكم مرة تانية أن هناك حالة من حالات الاستسلام عند بعض من جماهير النادي الأهل حالة من حالات الاستسلام اللي هو إيه لا إحنا وحشين إحنا ما هنخسر تاني إحنا هنتعادل تاني إحنا الدوري مش بتاعنا إحنا الظروف ومشاكل قد كده وبتاع كلام من ده فده كلام بيتردد بشكل كبير جدا وبيحصل على مدار الساعات الكتير اللي فاتت وعلى نظار الأيام اللي فاتت كمان مش الساعات بس وفي الحقيقة جماعة مش ذال إحنا تعودنا عليه جوال أهلي خالص يعني خالص يعني هنا لما بتكلم أتكلم عن الجمهور كله يعني شو بتكلم على حد مثلا جوه وبرا هي منظومة واحدة أهم ما في المنظومة دي هو جمهور النادي الأهل هو أهم عنصر في المنظومة دي فبلاش نكون إحنا اللي بنصدر إحباط آه إحنا عارفين إن إحنا وحشين عارفين إن إحنا سيئين عارفين إن إحنا يعني في كبوة ملحوظة جدا جدا للفري الأول آه عارفين إن في إصابات كتير في غيابات كتير في مشاكل فنية في كل ده معروف واللي يقول غير كده يبقى مش متابع أو مش بيتفرق أو بيحاول إن هو يعني إيه يجمل الكلام وده مش اسلوب لكن في نفس الوقت يا جماعة عمر ما الأهلي بيستسلم عمر ما الأهلي بيرمي الفوطة خالص خالص المنافسة صعبة عطولة الدوري صعبة فراسنا قليلة بصراحة قليلة موقفنا صعبة بصراحة صعب كل ده متوفقين عليه لكن حتى في عز وإحنا وحشين وفي عز ما إحنا بنمر بقى صعب الظروف عمر الأهلي ما يستسلم وعمر الأهلي يعني خلاص يحس إن هو بعيد عن المنافسة وكلام من ده لا لا حيفضل الأهلي يحارب للآخر حيفضل الأهلي ينافس على البطولة أي إن كان الوضع حيكون إيه ودي كرة قدم كل شيء فيها وارد كل شيء فيها وارد ياما نتائج تبقى متوقع إن فريق معين بيكسب وبيخسر ياما وياما نتائج غير متوقعة بتحصل فإحنا في وضعية صعبة في الطورة الدوري في الجدول مش بالنافس إحنا يعني المركز الثالث بسبب طبعا إن بيراميدز والزمالك هما دلوقتي أول وثاني وعندهم مواجهة النهاردة وليك مطشين مؤجلين بعد مواجهة النهاردة بالنسبة لهم حيبه هما فرقين عنك مطشين فتقدر إن إنت ترجع وممكن نتيجة النهاردة تكون في صالحك بشكل كبير جدا فالدوري لسه موجود في الملعب حتى بعد التعادل قدام المقاولين المطش اللي فات الدوري في الملعب والأهل هيحارب لآخر نفس هتقول لي يا عم ما إحنا عندنا إصابات والعيبة مهمة غايبة ومش عافية والله أيا كان أيا كان إيه الظرف هو ده الأهل في أسوأ حالاته في أسوأ ظروفه بينافس ما بيستسلمش ما بيرميش الفوطة مش الأهلي خالص فهنا رسالة ليه؟ جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي هم عندهم وعي كبير جدا أكتر مننا كلنا يعني إحنا ناس من الجمهور حتى لو إحنا عارفين يا جمان إحنا مش في حالتنا وعارفين إن الدنيا صعبة وعارفين إن إحنا مش موفقين كمان مطش الأخير تحديد ده من مقاولين ما فيش توفيق من شكل كبير رغم إنك وصلت لكن هنفضل نسند فرقتنا هنفضل نزق فرقتنا لعله عسى إن إحنا نقدر في الآخر ناخد البطولة وبالمناسبة حتى لو إنت ما كنتش موفق إنك تاخد البطولة في الآخر فالأهلي عنده بطولات ضعف كل الأندين في مصر هل ده معنا بقولك إن مش مهم البطولة؟ لا طبعا أي بطولة بالنسبة لنا مهمة وده اللي مخلي فيه فرق كبير ما بين الأهلي وما بين أي نادي تاني إنه هو دايما ما بيكتفيش بأي عدد من الألقاب خالص أو ما بيكتفيش ببطولة معينة خدها عدد مرات كتير جدا لا بيبعايز أكتر وعايز أضعاف وعايز بطولات كتير وعايز كل حاجة هو ده الأهل هو ده الطمع الإجابي اللي موجود عند جمهور الأهلي دايما فإحنا هنزقف فرقتنا إحنا هنفضل ندعم هنفضل نساند سخلي بالك وإحنا مندعم ومنساند هنقول لا يا جماعة كلي بالكم فيه سلبيات هنا وفيه عيوب هنا لازم تتصلح عشان نتفادى الموقف اللي إحنا مش متعودين عليه ده في السنوات اللي جاي إحنا في موقف دلقتي إحنا مش متعودين عليه وزيق وقلت لحرككم والله مبارح وكلام بمنتهى الأمانة أنا واحد بقالي تقريبا إيه عشر سنين في قناة الأهلي ما بين مراسل وما بين مزيع في القناة وحاجة شرف كبير جدا بالنسبة لي أول مرة حس إن أنا بتكلم اللي هو إيه أنا منتظر مباراة تانية تكون نتيجتها في صالحي أنا مش متعود على كده أنا مش متعود على كده أنا متعود إن أنا على طول ذاكب الدوري على طول أنا مصيري في إيدي كنادي أهلي على طول أنا المتحكم في كل الأمور في كل الأحداث في القرى في أي حاجة لكن إحنا في فترة استثنائية بالنسبة لنا كلنا كلامنا حتى فيها استثنائي بس أنا واثق إن كلامنا مش حيتكرر في المواسم اللي جاي أنا واثق إن الأهلي حيستفيق واثق إن الأهلي حيرجع واثق تمام الثقة واثق إن أن يشهد عقد إمENT واثق إن الأشümü وهو أو من أجل